ثم ماذا؟ وهذا سيد يقول لي صديق لا يستريح بمعاشرة الناس فيقضي معظم وقته في المنزل حتى صلاة صلىه في البيت لكي لا يلتقي بالناس هذا كلام مرضود لماذا مرضود؟ لأن صلاة الجماعة واجب على الأعيان من الرجال وقد ذكر العلماء أربعة أقوال فمنهم من قال أنه سنة مؤكدة صلاة الجماعة ومنهم من قال أنها فرض كفاية ومنهم من قال أنها فرض عين على الرجال ومنهم المقيمين طبعا ومنهم من قال أنها شرط من شروط صحة الصلاة والراجح والله أعلم أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال وذلك لآية البقرة وأقيموا الصلاة وآية الزكاة واركعوا مع الركعين وكلكم يحفظ أن ابن أم مكتوم رجل أعمى رضي الله عنه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد والمدينة مليئة بالهوام فهل من رخصة أن أصلي في الضار؟ قال نعم فلما ول قال أتسمع النداء؟ قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم فأجب فعل أمر يفيد الوجوب وقد روى ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لقد هممت أو شكت أن أمر رجلا فيأم الناس ثم أذهب إلى من تخلف عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم فتحريق بيوت الناس لا يجوز فلا يوشك أن يقدم عليه إلا بترك واجب كما قال العلم فخلاصة القول أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال وأن المتخلف عنها آثم ولعلك تذكر ما ثبت في صحيح مسلم من سره من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن أين ينادى بهن؟ في المساجن فإن الله شارع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لأ ضللتم وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ليس عن الصلاة وإنما عن الجماعة ولقد كان الرجل يؤتى به يهدى بين الرجلين حتى يقام في الصحف فيا شباب الإسلام ويا من جرى القلم عليكم اتقوا الله وحافظوا على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم يبشركم كما ثبت في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق فانئا لك يا من وفقت إلى صلاة 200 صلاة تدرك فيها تكبيرة الإحرام نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال هذه واحدة والثانية الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم لا شك أنه مأجور وأنه مثاب فخير الناس أنفعهم للناس كما أخبر سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم قال خير الناس أنفعهم للناس وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أو كما قال سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه فأنا أنصح هذا الحبيب بصلاة الجماعة وبصلاة أرحامه وبالإحسان إلى جيرانه وبالاختلاط بالصالحين والمستقيمين والطيبين ما استطاع إلى ذلك سبيلا